اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة النشاط الاول افكر مع العالم اسحاق نيوتن جلس اسحاق نيوتن تحت شجر التفاح ذات يوم واثناء جلوسه سقطت تفاحة الى الاسفل باتجاه الارض تأمل الشكل المجاور واجب عن الاسئلة الاثية واحد لماذا لم تصعد التفاحة الى اعلى بل سقطت رأسيا نحو الارض بسبب الجاذبية الارضية فهي تقوم بجذب الاجسام نحو الارض اثنين قارن بين مقدار سرعة تفاحة لحظة سقطها عن غصن الشجرة ومقدار سرعتها لحظة استضامها بالارض ايهما اكبر سرعة التفاحة لحظة استضامها بالارض اكبر من لحظة مغادرتها الغصن وذلك لان طاقة الوضع تبدأ بالتحول الى طاقة حركة لحظة تركها للغصن ويزداد التحول كلما نزلت للاسفل وقبل استضامها بالارض تكون طاقة الوضع قد تحولت جميعها الى طاقة حركة ثلاثة ما مقدار تسارع التفاحة اثناء سقوطها وما اتجاهه مقدار تسارع الجاذبية الارضية يساوي 10 متر لكل ثانية تربية واتجاهه باتجاه الارض السؤال الرابع ايهما ابعد عن غصن الشجرة النقطة الف ام النقطة با في مسار التفاحة الاجابة النقطة با تحت غصن الشجرة خمسة ايهما ابعد عن الارض النقطة الف ام النقطة با في مسار التفاحة الاجابة النقطة الف فوق مستوى سطح الارض ستة اين تكون سرعة التفاحة اكبر عندما تكون في النقطة الف ام في النقطة با من مسارها عند النقطة با لان تأثير الجاذبية الارضية عليها اكبر عندما كانت التفاحة على غصن الشجرة اختزنت شكلا من أشكال الطاقة عندما بدأت التفاحة بالسقوط عن الغصن بدأ هذا الشكل من الطاقة بالتحول إلى طاقة حركية تدريجية حتى وصلت للأرض الطاقة المخزونة في الجسم بسبب موقعه أي وضعه على ارتفاع معين من سطح الأرض أو أي نقطة مرجعية أخرى تسمى طاقة الوضع في مجال الجاذبية الأرضية يعني كانت عندما كانت التفاحة على الشجرة كانت فيها طاقة مخزونة بسبب وضعها فوق الشجرة أو فوق سطح الأرض على ارتفاع معين تسمى طاقة الوضع ننتقل إلى النشاط الثاني أثر كتلة الجسم على مقدار طاقة الوضع في مجال الجاذبية الأرضية المواد والأدوات حقيبة مدرسية وقلم رصاص نحن نضع الحقيبة إلى جانب قلم الرصاص على الأرض ونرفع قلم الرصاص عن الأرض إلى مستوى الرأس وننتظر خليلا ثم نرجعه إلى مكانه وأيضا نكرر نفس العملية مع الحقيبة نمسك الحقيبة ونرفعها عن الأرض على مستوى الرأس ونرجعها إلى مكانه في أي الحالتين احتجت إلى بذل مجهود أكبر؟ ولماذا؟ في الحالة الثانية أي في حالة الحقيبة يحتاج بذل مجهود أكبر لأن كتلة الحقيبة أكبر نستنتج أنه كلما تزداد كتلة الجسم تزداد طاقة الوضع التي يمتلكها بالنسبة إلى ارتفاعه عن سطح الأرض ننتقل إلى النشاط الثالث العلاقة بين ارتفاع الجسم ومقدار طاقة الوضع نحتاج الحقيبة المدرسية ونمسكها بيديك وارفعها عن الأرض إلى مستوى صدرك وانتظر قليلا أرجع الحقيبة إلى مكانها ارفع الحقيبة إلى مستوى رأسك وانتظر قليلا أرجع الحقيبة إلى مكانها أرفع الحقيبة إلى الأعلى فوق مستوى رأسك على امتداد ذراعيك وانتظر قليلا في أي الحالات الثلاث احتجت إلى بذل مجهود أكبر؟ ولماذا؟ في الحالة الثالثة احتجنا إلى بذل مجهود أكبر لأن رفعنا الحقيبة إلى مستوى أعلى من سطح الأرض أفكر صفحة 51 يجلس رافع الأثقال الربعون القرفصاء عند رفعهم الأوزان الثقيلة كما في الشكل المجاور وذلك حتى لا يؤذو العمود الفقري عند رفع الأثقال تحسب طاقة الوضع في مجال الجاذبية الأرضية لأجسم بالنسبة إلى نقطة مرجعية ويكون مقدار طاقة الوضع صفراً إن تواجد الجسم عند هذه النقطة وإذا تواجد الجسم فوق النقطة المرجعية يكون مقدار طاقة الوضع موجباً ويكون سالباً إذا تواجد الجسم أسفل النقطة المرجعية ونستخدم مستوى سطح الأرض كمرجع حيث تكون طاقة الوضع تساوي صفراً عند مستوى سطح الأرض وكلما ارتفع الجسم عن مستوى سطح الأرض زادت طاقة الوضع التي يختزنها طاقت الوضع في مجال الجاذبية الأرضية تساوي مقدار وزن الجسم ضرب الارتفاع العمودي عن مستوى سطح الأرض وتساوي الكتلة ضرب تسارع الجاذبية الأرضية ضرب الارتفاع العمودي عن مستوى سطح الأرض إذن طاقت الوضع تساوي الكتلة ضرب تسارع الجاذبية ضرب الارتفاع وتسارع الجاذبية ثابت ويساوي 10 متل لكل ثانية تربية إذن تكون طاقة الوضع عند مستوى سطح الأرض تساوي 0 ومستوى سطح الأرض يستخدم كمرجع كلما اتفع الجسم عن مستوى سطح الأرض زادت طاقة الوضع التي يختزنه وفق نظام الوحدات العالمي فإن وحدة الطاقة هي جول حيث الكتلة بوحدة كيلو جرام وتسارع الجاذبية الأرضية بوحدة متر لكل ثانية تربية والارتفاع عن نقطة المرجع بوحدة المتر ناخد مثال صفحة 51 سهى طالبة في الصف الثامن كتلتها 40 كيلو جرام موجودة في الطابق الثاني من المدرسة فإذا علمت أن هذا الطابق يرتفع عن مستوى الأرض بمقدار 3 متر فما مقدار طاقة الوضع التي تمتلكها سهى بالنسبة إلى نقطة مرجعية على الأرض مطلوب نحسب طاقة الوضع طاقة الوضع تساوي الكتلة ضرب تسارع الجاذبية ضرب الارتفاع موجودة عندنا جميع المعلومات في السؤال الكتلة تساوي 40 كيلو جرام والارتفاع يساوي 3 متر وتسارع الجاذبية الثابت ويساوي 10 متر لكل ثانية تربية إذن 40 ضرب 10 ضرب 3 ويساوي 1200 جول إذن طاقة الوضع التي تمتلكها سهى هي 1200 جول ننتقل إلى الصفحة التي تليها صفحة 52 سؤال موجود أعلى الصفحة خزان ماء بلاستيكي موجود على سطح الأرض بناية ترتفع 7 متر عن الأرض فإذا علمت أن كتلة الخزان وهو ممتلئ بالماء 1000 كيلو جرام أحسب طاقة الوضع التي يمتلكها الخزان وهو ممتلئ بالماء بالنسبة إلى نقطة مرجعية عند مستوى سطح الأرض الإجابة طاقة الوضع تساوي الكتلة ضرب تسارع الجاذبية ضرب الارتفاع كتلة الخزان موجودة معلومة هي 1000 كيلو جرام وهو طالب نحسر طاقة الوضع للخزان وهو ممتلئ إذن الكتلة هي 1000 كيلو جرام والارتفاع موجود ترتفع 7 متر عن الأرض إذن الارتفاع يساوي 7 متر إذن 1000 ضرب 7 ضرب 10 وهو تسارع الجاذبية الأرضية ويساوي 70 ألف جول أي 70 كيلو جول للتحويل من جول إلى كيلو جول نقسم على 1000 ويساوي 70 كيلو جول ننتقل إلى النشاط الرابع انتفاضة الحجارة وطقت الوضع المرونية خلال انتفاضة الحجارة الفلسطينية التي انطلقت عام 1987 استخدم شباب فلسطين النقيفة أو الشعبة لمواجهة رصاص جنود جيش الاحتلال الذين كانوا يقتحمون البلدات الفلسطينية فلم تكن بأيدي الفلسطينيين أي وسيلة أخرى للدفاع عن أنفسهم أجب عن الأسئلة الآتية واحد هل رأيت نقيفة في بيتك وما استخداماتها؟ نعم استخداماتها لقذف الحجارة والاستياد الطيور السؤال الثاني ما دور النقيفة في رمي الحجارة وكيف تعمل؟ تعمل على إيصاله لأبعد مسافة ممكنة وتعتمد على طاقة الوضع المرونية المختزنة في المطاط المصنوع منه النقيفة ثلاثة سمي أشكال تحولات الطاقة للحجر منذ وضعه في النقيفة وحتى انطلاقه نحو الهدف تحولت الطاقة من طاقة وضع إلى طاقة حركة ثم من طاقة حركة إلى وضع ومن ثم من طاقة وضع إلى طاقة حركة استخدم القوس والنشاب قديما وسيلة للدفاع عن النفس وضح مبدأ عمله في إطلاق السهم نحو الهدف وقارنه بمبدأ عمل نقيفة انتفادة الحجارة الفلسطينية مبدأ عمل القوس والنشاب يعتمد على طاقة الوضع المرونية المختزنة في القوس حيث تتحول إلى طاقة حركية في السهم فينطلق باتجاه هدفه وهذا يشبه عمل النقيفة في انتراقها للحجر نحو هدف معين ما احتياطات السلامة الواجب مراعتها عند استخدام النقيفة الإجابة أن لا يطلق باتجاه الأشخاص حتى لا يؤذيهم الحجر تمتاز بعض المواد بالمرونة مثل المطاط أو النابض حيث يتغير شكلها إذا أثرت فيها قوة ثم تعود إلى شكلها الأصلي بعد زوال القوة المؤثرة وتختزن الأجسام المرنة طاقة وضع مرونية عند تأثرها بقوة خارجية تؤدي إلى انبساطها أو انضغاطها وبهيك بنكون خلصنا الدرس الثاني بتمنى تكونوا استفدتم ونلقاكم في دروس قادمة إن شاء الله أصدقاء العزاء هيك بنكون نتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة إحنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا يريد تطلعوا على الروابط لموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتى تفيدكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد ترجمة نانسي قنقر